السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كديرين بخير كتمنى شاء الله تكونوا في اعتم الصحة والعافية هذا الفيديو سيكون مقسم إلى قسمين القسم الأول سنهضره إلى مباراة القوية بين باريسان جرمان ومانشستر سيتي والقسم الثاني سنرى ماذا قال المدرب الأرجونتيني ماوريسيو بوكيتينو تروسيرو قبل هذه القمة المنتظرة ونبدأ أولا بالحديث عن مباراة باريسان جرمان ومانشستر سيتي فمبدأي المباراة ستكون حرب تقتيكية بين مدرب بوكيتينو ولكن الحرب غير عادية لباتاتن لأن بوكيتينو أفضل بكثير من بوكيتينو في تصيير مباراة ديالو بالإضافة إلى أن المجموعة للعب السيتيزنز أكثر إنسجام وتفاهم وتناغم بحكم أنهم كي لعبوا تقريبا منذ أكثر من ثلاث سنوات مجموعين تحت قيادة الإسباني باب بوكيتينو فعلى عكس نادي باريسان جرمان فالتشكيلة فيها أغلب اللاعبين الجودة التي انتذبهم هذا الموسم والذي منهم أشرف حاكمي وفينالدوم الجيال ووجدون روما والبرغوت الأرجونتيني ليوني الميسي العائد من الإصابة وبنسبة كبيرة سيكون إن شاء الله كأساسي في مباراة السيتيزن بالإضافة إلى أن باريسان جرمان يعاني دفاعيا بشكل كبير جدا بحيث في المباراة الماضية يستقبل أهداف من فرق جدا متواضعة فما بالك سي العب دفارق قوي وسريع هجوميا خصوصا من الأطراف اللي هو طبعا السيتيزن يعني المهمة غادي تكون صعبة على باريسان جرمان وإلى المدري بوكيشينو أما بالنسبة للمغربي أشرف حاكمي غادي تكون عنده مساحات كبيرة في هذه المباراة واللي هو شخصيا كيحبتها ولكن المشكلة وهو أنه يخص معامل أو بمعنى آخر لي وصل لي للكورا لأننا شفنا بكل صراحة ولو بعض اللاعبين ذيل باريسان جرمان كي تجعلوا فوق أرضية الملعب وهذا التجاهل بالضبط بدأ في الوقت اللي أصبح فيه أشرف حاكمي كي ماركي بالزيف وكعطي الأسيس يعني كل شيء واضح وبين ما بغاوش يخطف لهم الأضواء في فريق باريسان جرمان أراكم عارف الحسد والغلوة وإلى آخرين عموما وعلى الورق وبكل أمانة السيتيزن الأقوى والأوفر حد من باريسان جرمان بالفوز في هذه المباراة وكما غريبة طبعا كانت منه أن باريسان جرمان هو اللي يفوز في هذه المباراة ولكن تمانية بوحدة لا تكفي أما بوكتينو تصريح ديله قبل المباراة فكان كالتالي سنواجه فريقا يملك الرغبة والإرادة يمكننا أن نحد من خطورته من خلال إيجاد تغارات إنها مباراة يمكن للجميع أن يعبر عن إمكانياته فيها اللاعبون هادئون ويتدربون بشكل جيد جدا الجو العام هنا جد رائع الفوز بدور أبطال أوروبا هو حلم بالنسبة لنا ميسي وفيراتي سيكونان ضمن قائمة الفريق لم أقرر التشكيل الأساسية بعد نحتاج إلى المزيد من الوقت لنقرر وبمجرد أن تلقي نظرة على هذين الفريقين نحن فريق تحت الإنشاء إنها حقيقة لا يمكن مناقشتها مانشستر سيتي هو فريق تم تشكيله وجاهز بالفعل واختتمت صريحته قائلا حول إسياء الفرنسي كليان باب من أنانية 2 نيمار دا سيلفا في المباراة الأخيرة للفريق هذه الأشياء تحدش لقد تناقشت معهما إنهما لعبان رائعان الحادث الآن أصبح من الماضي إذن باختصارات الشي اللي كان عدا في هذا الفيديو والتي يهمنا أكيد من هذا الشي كامل هو أن أشرف حاكمي يتألق كيف العادة في المباراة ويدير ماش كبير وفي الآخر كيف قرأي ديالكم شنو بل لكم واش أشرف حاكمي غادي يسجل أو يعطي أعصيس أو أنه فقط غادي يكتافي بالأداء الجيد بدون صناعة أو تسجيل كيف العادة نتناقشوف في قسم التعليقات كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة